طبعا ليه وصحيات ليه كله كابتن احمد مش عايز اقولك شعورك ايه وانت خارج تشكيلة منتخب مصر مقبولين على مبراه امام موزنبيق احنا انا وكابتن خالد قلنا كان يجب ان يتواجد احمد حسن واحد من افضل النجوم اللي كانت متواجدة في الكرة المصرية صاحب خبرة كبيرة سواء في المعترك الافريقي او المعترك المحلي عدم تواجده هناك علامات استفهام كبيرة لعدم وجود احمد حسن في منتخب مصر بشكرك طبعا وبشكر كابتن خالد لاني قدقي طبعا هو حس انه كان ليه حق بعيد طبعا انا موجود او مش موجود لاني اعتقد ان يمكن جنبك لفتر الاخية الحمد لله انا بقدي بالشكل المفروض ان يكون المفروض ان انا كن متواجد وكده الانما انا يكفيني طبعا الحمد لله الكل القلة انها بيقول ان الاسباب اي عدم الاسباب ان انا مش موجود ولكده طبعا لا deciبا انا بالنسبة لي مش عايف السبب وكده. لما يمكن خلاص خطي قرية ان انا هقضي اجازة كويسة يمكن انا بسياج ليها. وهبعد عن الفضل اللي فاتت دي ممكن كان بساطة ضغوط شوية بالنسبة طبعا معناه للزميل افكالة وكده. انا عجليان اللي بعمله بعمله جو الملع برض يعني اي الضوي بيكون جميلة اللي حتى باستراض من عدمها دي طبعا بترجع من كل واعتقد ان هي كدت لنا كلها مالاش اي علاقة بامور الفنية خالص هي لامور شخصية. وده اعتقد انه واضح اه للجميع. لاني اه. طب ابتالي احمد ما حدش كلمك يعني ما كانش في همزة وصل ما بينك وبين المنتخب حد كلمك. والله انا 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 بقول ان يمكن اه 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 الشجاعة شوية مش موجودة لحد يكلمك ويقولك ايه الاسباب او يطرح الاسباب او او يفهم الناس ايه هي الاسباب بالزبط. لاني ان عادي المقياس طبعا وانتو اكيد قاعدين وانتو عندو كل وقت انتو. والله ايه بالزبط. بالنسبة الاختيارات دا انا احنا لسه Millionen عالمقياس دي يا احمد بالزبط. لسه مكلمنا عالمقياس. واتكلمنا على العمد حسن كلاعيب كبير جدا وفي الفترة الاخيرة غلق يعني الفترة الاخيرة انت فردت وجودك بشكل كبير جدا على كول اللاعيب اللي موجوده في روسو ملاغ فاحنا كلمنا عالمقياس الحقيقي ان احمد حسن لازم يكون في وجود في تشكيلة المتخب المصري. والله الحمد طبعا يعني اول واحد ما ينفعش طبعا هو يقول اني الحمد لله خبارات موجودة الحمد لله اكبر عدد مبارات لابع مع منتخب مصر الحمد لله المبارات اللي هي القوية لو هو كمان اه برادلي وجهازه ومش مش واردين باله ممكن يسأله مستاذية او ممكن يسأله كابتن حسن المجتمع ابل كده او ممكن يعني لو هم يمكن الامور مش واضحة بالنسبة لهم انما هي ده انا حتى كان لها يعني كان لها تصريح المرادة كان احد العالمين طبعا خالي طبعا بيسأل المرادة بيقول لي طب ايه سبب ان دماغة ونقوله فاطل من دومه وسيسين دومه روح المنتخب يعني ده اللي فاطل يعني احنا فاشا العيب ان شاء الله من ناس الزمانة كلهم راحوا لعيبة بيلعبوا لعيبة ما بيشاكوش ومع ذلك الناس كلها موجودة هي الموضوع بنزالي انا مش يعني يعني اهم يعني يوضحوا بس عشان بس عشان الامور تبقى واضحة للناس انما هي المقاييس ايه انا مش فاهمها والله يعني انا فاهم ان هي القصة بتبقى جوه ملعب وانت بتقدي والكلام ده وكده انا بختار ما ليش داخل بقى ده اسمه ايه ده سنه ايه ده الكلام ده كله هي المقاييس بتبقى كده نعم في النهاية هي وجهات نظر انا بنزالي الموضوع خلاص يعني الموضوع انا بيحترموه في نفس الوقت هم اثباتوا للناس كلها ان القصة مش قصة فنيات خالص القصة مساءل شخصية تماما اه لا انت كان حصل خلاف بينك وبنحد موجودين في الجهاز في المعسكر لا بالاخير ولا اي خلافات اه ولا اي خلافات خلص انا اخر معسكر كنت موجود مع المنتخب وبعد كده اه اللي هو كان المباراة اللي هي البداية بعد السياس وبعد ايها ما معرفش ايه الاسباب وكده ما مع مش فاهم ايه الاسباب مين وصل لولي طبعا وصل لي بيوصل لي كلام ولكن انا كلام مش مؤكد لان انا بسمع منناس ثم وصلوا له أحمد حسن وهو لعب ازي قوي داخل المنتخب مثلا كلمته مسموعة نعم كلمته مسموعة مسلا مع اللعيبة معيني دي مصلحتك ودي حاجة على باتة حاجة كويسة اه طبعا مصلحتك الكلام ده ما تحكت عليه يعني انت لما تقول انه هاي ده انت راجل اللعيبة كلها بتحت قائد الليب شخصية مع اللعيبة كلها اعتقد ان ده شيء اجابي للمدارد مش شيء سلبي انما فيه ناس ما تحبش ده انا معرفش طبعا انا الكلام اللي بيوصل انا من الاحيتي ما فيش مشكلة مع اي حد من الجهاز بما فيهم كمان بيض لي بما فيهم بيض سيد بما فيهم كل الناس اللي موجودين ما عنديش مشكلة مع حد شخصية خلص انما ايه الاسباب حتى لما بيجي الاحد يتسائل على الاسباب اقول لك احنا انه وجد نظر والكلام ده وكده وجد نظر ليها معين وليها مقاييس بتختار عليها انا اعتقد ان لكل اللعيبة اللي موجودة طبعا زمايلي وان شاء الله ربنا وصاحهم موجودين لما انت فيه لعيبة اصلا ما بتلعبش وفيه لعيبة ما بتشاركش وفيه لعيبة ومع ذلك بيبوا موجودين المقاييس هي بقى هنا بالنسبة للاخدارات انا ما عارفش طبعا انا في النهاية يمكن الحمد لله انا زيان بقول لك انا يمكن في اجازة دلوقتي مع ولادي وانا شايف ان دي اه سطرة كويسة ان يمكن بسبقى صعب ان الواحد يلاقيها كالعيب كواه وكلام ده وكده اعتقد اني انا سعيد بيها واه قبل كده تمطلع طبعا الكارت من دي الصيد وام علينا بكلام شخصيا في احد القنوات لما بيسألوا يعني على عدم ان دماغ حسن بايد وكده قال لهم والله انا شايف اني بدل ما كل واحد يتكلم يشد حيله شوية في الملعب والكلام ده وكده اعتقد اني شدت حيل اصلا من كده اثبت ان اثبت المسألة مش مسألة شد حيل هي المسألة بس مسألة ان احنا بنتكلم وخلاص طب كانت طبعا طبعا المنتخب مش محتاج حد يقدر في الملعب حد مدير الفني في الملعب حد يقدر يوصل معلومة المدير الفني اللي موجود خرق الخطوط للعيبة او العشر لعيبة اللي موجودين جوا الملعب هم يمكن عندهم هم يمكن شايفين الحد ده موجود عندهم او 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 مين ما نعمل انا دور مشلاقي مين ما نعمل انا دور مشلاقي اهو انت 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 وثم انه ما انا بالنسباني ما قضعش اقول حاجة زي كدة ممكن الناس تفهمها ان انا بتكلم عن نفسي او الكلام ده او كده انما هي انما الحمد لله الحمد لله يمكن انا طبعا في الوقت في المنتخب افضل نتائج وافضل انجازات اعتقد الحمد لله إنما إنما هي الفتة زيان بقولك والله يعني أنا للأسف إنما لما باجي المعارض ببص على المقاييس والمعاييس أنت بتكتاهد جوا الملعب مع فائتك الحمد لله مؤثر رجل الحمد لله يمكن فيه يتكلم علي بشكل إيجابي جدا 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 أعتقد أنه لمش هيجا مني هو رجل أجنبي هو كمان إنما أنا بالنسبة لي لقيت عكس ده تماما يبقى المسألة لا بالشد الحيل ولا بالأداء جوا الملعب ولا بفارد مثلا أداء جوا الملعب لا المسألة لها معايير تانية ومقاييس تانية يريد ما نطلعش بقى أنا قد نتكلم في التلفزيونات ونقول بدلا ما لا يبتتكلم تشد حيلها والكلام ده وكده أعتقد لأن الأمور خلاص واضحت للجميع وأنا بالنسبة لي والله ما فيش مشكلة كل التوفير يوم طبعا لأنه ده شيء أعتقد أني هدف لمصر كلها أنا كنت كمان حارب إن أنا لما وروح المنتخب تبقى الأمور والعلاقة أطيب من كده زي ما أنت قلت أني على الأقل على الأقل أني حد يعرفك أنت مثلا عدم وجودك ليه عشان حتى لما يبقى فيه بعد كده ساعة أو كلام ده وكانت تبقى الأمور عافية يبقى فيه حتى أنت جاي أنت راح ميتاح أنت راح مبسوط إنما لو أنت حاس أن الناس دي بيجيبك غزن عنها غزن عنها طبعا بأداءة جوا الملعب من غزن عنها بدغوط ولا الكلام ده أو كده أنت حتى ما تبقىش ميتاح أو كده فما نتمنى إن شاء الله بإذن الله لهم وجود مش شكل كويس ما زي نوصعهم في المرشين الجايين وخير إن شاء الله بإذن الله أحمد أنت كعميد لعيب العالم في الوقت الحلوة أنا عارف عنك أن أنت رجل عنيد شوية فقدت الأمل في الزهور في كاس الأعالم بإذن الله والله بص أنا بطبيعتي عنيد وبطبيعتي ما بس أسلمش بسهولة ولما بيكون ليه حق أو بقاتل عليه أنا ليه حق والجميع يعلم ده أنا طول ما أنا موجود في الملعب ما احترامي للجميع أنا أداي هو اللي هيفعد وأن المكانت هي اللي هتكون موجودة لم هفقد الأمل وهفعد نفسي وطالما ده تحدي بالنزالي ده شيء أنا بالنزالي مفيش مشكلة فإنما في الأساس بالنزالي هو ده شغلي بغض النظر عن إنه موجود في المنتخل أو مش موجود في المنتخل ده شغلي أنا بقدم مع نادي الزمالك لأنه ده حق نادي الزمالك علي أو حق النادي اللي أنا ملعب فيه إن أنا أديله وإن أنا أديله بكل قوة فإنما حتة مقاتل أنا مفقدش لما طبعا طول ما أنا موجود في الملعب وطول ما أنا أديه وطول ما أنا ده شغلي إذا طبعا بحاول لأني زي ما قلت لك أنا أنا مزعلان كنت أزعل من نفسي والله يا كبد خالد لو أنا أحس إن أنا أصدر وفعلا إن أنا ما يكونش ليه دور أو ما يكونش موجود لما طالما داخليا داخليا وطبعا أكيد حضراتكم ما هذا لو طالما بتكلموني أكيد لي حق لأنك عمرك ما تكلمني وإنت حس إن أنا مميش حالا أكون موجود في المنتخل أو أي إعلام المهد أو أي قناة أو أي جيدة بتكلمني بتكلمني عشان أحمد حسن مش موجود في المنتخل بليه لو أنا مثلا ما ليش حق ما حدش هيكلمني ولا يسأل لو مستوايا ما بيقهنيش لذلك ما حدش هيكلمني صح فأعتقد إن أنا طالما ليه حق هكتهد وهسع إنما ما أتمنى إن كل واحد ياخد حقه ونبعد عن شخصانة الأمور عشان الأمور تمشي بشكل كويس كابتل أحمد أنا زي ما قلت لك مش هزي من جوايا لأنني حس إن أنا مش مقصة من نحية نفسي إن أنا أكون موجود لأنني أقدي كل اللي عليها وفي النهاية هي اختارات وتحتار في النهاية كابتل أحمد بعيدا على المنتخل من مصر هسأكلامك عن نادي الزمالك جمهور نادي الزمالك متخوف بعض الشي من أداء نادي الزمالك فترة أخيرة هزيمة من المحلة بتروجيت المستوى ما كانش طائب لنادي الزمالك البعض متخوف حاد هزيمة من اتحاد عفوا بهدف المقابلة الشي البعض متخوف من أداء مساءة بتروجيت بيقولوا المرحلة الجاية نادي الزمالك هتكون المرحلة الأسوأ تقولهم أنت إيه بص طبعا يعني أنا 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 يعني أنا أنا تمام معيك طبعا ليحق طبعا جميعين نادي الزمالك يتخاوف ولكن مش مسألة فنية قد من هي مسألة إدارية لأن الأمور الفنية عم بقض اللعيبة ما تغيرتش اللعيبة هي هي اللي موجودة اللي بتأجي بنفس الشكل مجموعة اللعيبة فيه مجموعة اللعيبة على مستوى عالي إنما هي الفكرة كلها التخاوف قصة هي قصة إدارية طبعا وقصة مالية لأن النهاية طبعا إحنا النهاية دا لعيبة الفنية كلها في النهاية أنا بقدل حقول اللي عليها أو بقدل واجبات اللي عليها فقالي حقوق الحقوق دي أغلبية اللعيبة منتظوها لو تمت حلول لها أعطاك أنها تسهل الأمور كثير وتخلي ناد الزمان لك يمشي بشكل كويس مطرق جاية يمكن طبعا تخوف جميعين الزمان لك أنت عندك فيه خمس لعيبة المفروض إنهم ما بيتجدد عودهم ما تمش تجديد ليهم فيه المفروض إنك أنت عايز إضافات لبطولة أفريكة وأكيد للمسبقة جديدة محتاج طبعا أكيد إضافات دا هيتقصعب لأنك أنت مش قادر إنك أنت يتقفي تجديد فبالتاني هيتقصع صعب إنك أنت تجيب لعيبة جديدة كل دي طبعا أموث بقاء أو رحيل المدير الفني عمل لك ألأ أكيد طبعا أكيد طبعا إنك النهار دا فيه استقرار بالنسبة للمدير الفني فيه رجل نهار دا عمل شكل فريقة بقى فاهم المجموعة اللي معاكم لها لو النهار دا مش موجود فبالتالي مدير فني جديد بيجي بشكل جديد بشكل مختلف برضو هياخد وقت على بال ما هي دا رغم إن موجود مجموعة العيبة جديدة مع أي مدير أعتقد إنها تسهل على الأموث إنما بايدو هي في النهاية الاستقرار المهم الاستقرار المهم اللي نطبعا كالعيبة الاستقرار المهم إن إحنا يكون فيه جهاز فني أعتقد إن يعمل شغل كويس في فترة الأخيرة لأنه كمان الفترة اللي جاء فترة صعبة مش هتلحق إنك إنت حد يعده وحد يبدأ مثلا يقول مش مشكلة إحنا في دورة تجربية لأنك إنت عندك ثلاث مطرات مهمين ثلاث مطرات بطولة وعندك ست مطرات بطولة أفريكا ثلاث مطرات تساعدوك لنهاية فالأمور صعبة أول ومضغوطة أول وقت مش في صالح الجميع فما أتمنى إن شاء الله بإذن الله نكون في السكرة دا بفترة جاية أعتقد إنها يسهل أمور كثير لنا لأنه زي ما أقلت إحنا فيه فرقة كويسة فيه فرقة تطن من جمالي النجد الزمالك إنما في النهاية برضو أنت ما تردعش المعدة بطارقة على أقول اللعيبة لأنه أكيد برضو بيبدأ يفكر في مستحقات ويبدأ يفكر في مين اللي جاي مين اللي هو يحمي النبي عيبه مستقر الفترة الجاي نبي مش عيبه مستقر كل دا بيشغل طبعا تفكير العيبة إنما بغض النظر على الماتش الأخير الماتش الالتحاد أنا بقول إن الماتش الالتحاد دا لي أسباب تانية أنا أعتقد إن سببه هو طبعا نريح لد الكويت لأن أعتقد إن إحنا جينا قبل المضاعة بيومين ودخلنا معاتك التاني يوم فكانت تحلم مهيقة بالنسبة لنا طبعا كان فيه خلفات شوية في السفرية هنسافر مش هنسافر وبعد كده أخر الصفر يوم وسافرنا لعدنا نمنا ولعدنا تاني يوم ماتش وصلنا الصبح طبعا الفجر وبعد كده رجعنا تاني يوم فكانت السفرية مهيقة شوية وأعتقد إن إحنا كمان اتخذنا المضاعة باستشاهد شوية مبارات للتحاد دا يستتعلمنا منه ونتمنى إن شاء الله الفترة الطويلة دي نحن نستعيد تاني بشكل كوي أحمد أخر حاجة أضيف على كلامك بس على حتة الإدارية والحتة بتاعة الإراق الصفر للكويت أنا شاف إن هي حتة معنوية بمعنى إن لعبة نادي الزمالك خلاص وصلت للمرابعة الزهبي ضمنت لوصول للمرابعة الزهبي فمعظم المبارات تلعب نادي الزمالك في الوقت الحالي في رأيي 50% أو 60% أقل في النهاية من المبارات الأولى بتاعة الدولة تمام والله أنا معاك طبعا ولكن هي مش بالشكل ده إنما هي قصة دوافع لو إحنا نزلين بالضبط يعني دي مرتبط يا بديع بالضبط كده يعني هي فعلا حتى أنا بقول إن إحنا خدنا المطش باستثار وكان فيه نوع من إحنا سهل إن إحنا نكسب المطش في أي واحد إنما خالص والله يعني إحنا لا 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 مثلا هي قصة إن هي هي القصة كلها إن إحنا كان فيه كسل دول ملعب عشان كده أدى للخسارة إنما هي مش مثال إن إحنا نزلين فيه تعاطص أو مثلا لا خالص لا أنا بعيد عن التعاطف أنا مش قصة نزلين فيه تعاطف أنا بكلم إلى المباريات التويتة للأخيرة بالضبط إن إحنا وصلنا فمش مشكلة مش فائعة معنا المباريات نكسب أو مثلا إحنا طبعا كنا نزلين نكسب وكذا إنما إما خدناش المباريات الجديدة اللي إحنا كنا بناخدها قبل كده فبالتالي يمكن حتى حتى أنا بقول إن فنيا فنيا وطريق طبعا فيز التحادسة كان دايئ أتمنى إن شاء الله في السلمية وفي الدورة ولكن فنيا فريد حد من يمكن فنيا ضعيفة جوال ملعب وإحنا كان سهل إن إحنا نكسب المطش ده لو لو الأمور خدناها بجدية أكثر من كده إنما هي دي كنت قبل طالما أنت طالما أنت بتستفل الأمور سهل إن كنت تقصر في أي وقت لو أنت أكبر سياف العالم صحيح بس فبنا صحيحنا إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله كابتن أحمد بتمنى لك التوفي إن شاء الله معنات الزمالك إن شاء الله وتعود المنتخب مصر مرة أخرى وتكون متاجد إن شاء الله في كاس العالم 2014 في بروازيل إن شاء الله بإذن الله